أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مدلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الطموحات التنموية العريضة لدولة الإمارات تستوجب مضاعفة الجهد في سبيل ابتكار وتطبيق الحلول الذكية التي من شأنها تسريع وطيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والعمل على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في شتى ميادين العمل لا سيما قطاع البناء الذي يشهد نموا مفطردا يوازي حركة التنمية القوية التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة جاء ذلك خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مؤشر البناء الذكي الموحد على مستوى الدولة بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلين هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آلين هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم وعدد من الوزراء والمسؤولين وقال سموه تطبيق المعايير القياسية في قطاع التشهيد والبناء خطوة إيجابية مهمة لكونه يمثل أحد الركائز الرئيسية لمشاريع البنية الأساسية التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية القوية في دولتنا وتهدف في الأساس لخدمة المواطن وتحقيق سعادته وتعزيز قدرة الوطن على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار وأضاف سموه لا نريد فقط أن نصل إلى مستويات جديدة من الإنجاز ولكننا نريد ريادتنا في التطوير أن تكون نموذجا يحتذا به في العالم وفي شتى دروب التنمية وثقتنا كبيرة في امتلاك أبناء الإمارات القدرة على إنجاز هذا الهدف الذي نتابع تحقيقه في دولتنا يوما تلو الآخر ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع الذي نعده جسرا مهما للعبور إلى المستقبل وقد حضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والوزارات الاتحادية وبلديات الإمارات السبع إيذانا ببدء تطبيق المؤشر بشكل موحد على مستوى الدولة من جانبه أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان أهمية طرح حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها حلول تقوم على التدرج وتشجع على التحول نحو اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة يقوده المواطن